أصدر رئيس الأمريكي جو بايدن عفوا عن نجله هانتر الذي كان ينتظر الحكم عليه في قضيته احتيال ضريبي وحيازة أسلحة نارية في شكل غير قانوني وسبق لرؤساء الأمريكيين أن أصدروا قرارات عفوا لمساعدة أفراد عائلاتهم وحلفاء سياسيين فبل كلينتون الذي عفى عن أخيه غير الشقيق في توهم كانت تتعلق بالمخدرات ورئيس المنتخب دونالد ترامب الذي عفى عن والد صهره المتهم بتهرب الضريبي بعد أن أنضى هانتر بايدن جزءاً من العام 2024 في المحكمة إذ أدين في ديلاوير بتهمة الكذب بشأن تعاطيه المخدرات عندما اشترى سلاحاً نارياً وهي جناية أعلن والده الرئيس الأمريكي جو بايدن إصدار عفوا عن نجله الرئيس الديمقراطي قال في بيان إنه لا يمكن لأي شخص عاقل يدرس وقائع قضية هانتر أن يتوصل إلى أي استنتاج آخر غير أن هانتر استهدف فقط لأنه ابنه متحدثاً عما وصفه بسوء تطبيق للعدالة وأن الاتهامات في قضاياه لم تظهر إلا بعد أن حرض عليها العديد من خصومه السياسيين في الكونغرس من أجل مهاجمته ومعارضة انتخابه بحسب بيان جو بايدن وسبق للرئيس الأمريكي بايدن أن أكد مراراً أنه لن يمنح ابنه عفواً رئاسياً وهو أمر أعاد البيت الأبيض تأكيده في سبتمبر لكن في نفس هذا الشهر أقر هانتر رسمياً بذنبه بكل التهم التسع الملاحق بها في قضية الاحتيال الضريبي وكان القاضي حدد موعد جلسة النطق بالحكم في السادس عشر ديسمبر الحالي وسبق للرؤساء الأمريكيين أن أصدروا قرارات عفو لمساعدة أفراد عائلاتهم وحلفاء سياسيين مثل بيل كلينتون الذي أصدر عفواً رئاسياً عن أخيه غير الشقيق في تهم تتعلق بالمخدرات وأصدر الرئيس المنتخب دونالد ترامب عفواً عن والدي صهره الذي كان متهماً بالتهرب الضريبي وفي هذا الوقت تعهد ترامب العفو عن أنصاره الذين اقتحموا مبنى الكابيتول في هجوم دام وقع في السادس من يناير من العام 2021 في مسعى لمنع الكونغرس من المصادقة على هزيمته أمام بايدن في انتخابات 2020 وللحديث حول هذا الموضوع ينضم إلينا من واشنطن العاصمة المخططة لستراتيجية ديمقراطية شري هاكبس ومن كولورادو المخطط الاستراتيجي في الحزب الجمهوري إلي بريمير أهلا بكم ضيوفي على أهواء الحرة أبدأ معك أولاً سيدة جاكبس لماذا عفى الرئيس الأمريكي جو بايدن عن نجله على الرغم من أنه تعهد مراراً بأنه لن يقوم بذلك كما قال الاتهامات ضد ابنه هذا ما كان يحدث لأي أحد آخر لقد تم استهدافه وأعتقد أنه عندما قرر ترامب أن يسمي كاش بيتال كمدير للإف بي آي هل سيتم اعتماده أم لا هناك تساؤلات ولكن كاش بيتال قال إنه يريد أن يلاحق الذين أساءوا إلى ترامب ليس المجرمين وإنما الناس الذين انتقدوه وقد حدد هانتر بايدن عندما يستلم ترامب الحكم وزارة العدل والإف بي آي كما نعرفها لن تبقى كما هي لأن هناك من يحاولون من جانب ترامب أن يلاحقوا ناقديه أنا استهدفت شخصياً أنا انتقدت ترامب هذا يعني أن هانتر بايدن يمكن أن يكون في خطر أمل أن يعفو الرئيس بايدن عن أناس آخرين يدعي ترامب وحلفائه أنهم سيلاحقونهم هؤلاء أو هناك مجرمين عفى عنهم ترامب مثل ستيف بانن أمل أن جاك سميث وليز جيني وحتى براك أوباما ونانسي بلوسي يمكن أن يلاحقوا حسب اتهامات مفتعلة هؤلاء الناس يجب أن يتم احترامهم هؤلاء احترموا القانون ولا يجب أن يسجنوا أو يواجهوا فرق إعدام نتيجة لجرائم يزعمها ترامب ابقي معي إذا تفضلت ودعيني أذهب إلى كولورادو سيد بيامير أرحب بك من جديد كيف يرى جمهوريون ربما هذا القرار الخاص بالعفو عن ابن بايدن هانتر هذا لم يكن مفاجأة الكل كان يعرف عندما قال بايدن أنه لن يعفو عن ابنه الكل يعرف أن هذا كذب الديمقراطيون في الانتخابات لم يحرزوا نجاحات بشكل أساسي قالوا أن ترامب سيستخدم النظام القانوني لملاحقة خصومه لا ترامب لم يفعل ذلك أمضى أربع سنوات في سدة الحكم ولم يفعل ذلك معظم الجمهوريين يتوقعون من ترامب أن يكون كريما في معاملته لخصومه هذا يظهر ما قاله ترامب وما صوت له الشعب الأمريكي هم يعتقدون أن النظام فيه خلل إذا اعتقدت أن هناك جريمة هذا الرجل استخدم مسؤولين أجانب أي ابن بايدن في أوروبا الشرقية وفي الصين وجو بايدن منحه أكبر عفو يمكن أن يمنح في تاريخ الولايات المتحدة تقريبا نعود إلى الوراء مئة سنة وذلك لحماية عائلته لهذا السبب خسر الديمقراطيون هو يجب هذا العفو إلى حد الكبير ذلك العفو الشامل الذي منح لنيكسون من فورد في العام 1974 سيدة جاكوبس تحدث بايدن تحديدا عن قرار العفو هذا لابنه قال إن هناك سوء لتطبيق العدالة قال أيضا إن هانتر قد استهدف فقط لأنه ابن بايدن وفي هذه النقطة هل نتحدث هنا عن تشكيك في نظام العدالة الأمريكي؟ أعتقد أن نقول أن الكل ارتكب هذه الجرائم هذا غير صحيح لقد دفع ضرائبه ولكن تم استهدافه تذكري ترامب يبدو أنه يبيع وثائق العفو جولياني قال إن الناس يمكن أن تشتري العفو بـ 2 مليون دولار وأنه يقتسم الأموال مع ترامب أيضا هذا الموقف خطير في أمريكا ولا أعتقد أن الرئيس بايدن كان يمكن أن يعفو عن ابنه لو لم يكن هناك ترامب أو التهديدات ضد ابنه وأيضا الكلام أو الحديث عن سجن المعارضين لترامب الموقف خطير جدا وبالتالي يمكن لأعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين أن يدعو بايدن للعفو عن ترامب عندما اعتقدوا أن هاريس كانت ستفوز طلبوا من بايدن أن يعفو عن ترامب هذا نفاق إذن مرة أخرى آمل أن الرئيس بايدن يعفو عن المزيد من الناس الذين سيستهدفون وربما يكون ضحايا للعنف لأن النظام الجديد القادم لا يؤمن بالقانون والنظام وإنما يؤمن بالانتقام سيد بريمير أعود إليك لمرة أخرى كيف يمكن أن يكون هذا القرار لبايدن ربما دافعا لترامب لإصدار عفو نئاسي عن متهمين ربما في قضايا أخرى مثل قضية اقتحام الكابيتول وكيف يمكن مقاربة أو مقارنة الحالتين أولا كان هذا أكبر عفو شامل منحة وكان هناك أو هو تم العفو عنه عن كل الجرائم التي يمكن أن يكون قد ارتكبها في آخر عشر سنوات طيب وأنت معي دعني وضح صيغة هذا العفو الرئاسي الذي أصدره جو بايدن عن ابنه هانتر لنوضح السياق للمشاهدين بايدن الرئيس الحالي جو بايدن قد عفى عن جميع الجرائم التي ارتكبت ضد الولايات المتحدة الأمريكية من قبل هانتر أو ربما ارتكبت أو شارك فيها خلال الفترة من الأول من يناير من العام 2014 وحتى الأول من ديسمبر من العام 2024 هذا ما يسمى بالعفو الشامل أكمل إذا تفضل سيد بريمر هذا غير مسبوق في السياسات الأمريكية الرئيس لديه الصلاحية لعمل ذلك ولم تكن هذه مفاجأة بايدن أو هانتر بايدن في آخر عشر سنوات ارتكب الكثير من الجرائم باع النفوذ الأمريكي في الخارج في الصين هذا بالضبط أو لهذا السبب ترامب فاز الديمقراطيون يقولون أن الجمهوريين لا يحكمهم القانون هذا غير صحيح الكل في أمريكا يعرف أن محاكمة ترامب كانت نكتة الديمقراطيون يحاولون أن يقولوا أنهم حزب القانون والنظام واضح أن هانتر بايدن كان سيحصل على العفو نتيجة لوالده لهذا السبب كاش بيتيل سيتم اعتماده من قبل مجلس الشيوخ وهذا نصر لترامب لأنه ربما كان سيعفو عن هانتر بايدن هناك أعضاء مجلس الشيوخ جمهوريين يقولون هذا غطاء لأن النظام فيه تزوير سيدة جاكوبس بايدن انتقد بالفعل نظام العدالة الذي استهدف هانتر كما ذكر الرئيس جو بايدن قال أن هانتر قد استهدف فقط لأنه ابن الرئيس أليس نظام العدالة الحالي هو بالأساس جزء من الإدارة التي يرأسها بايدن؟ الإدارة الحالية أيضا يبدو أنها خففت الأعباء عن ترامب أنا غدرت الحزب الجمهوري نتيجة للفساد ترامب هو مذنب ومدان من قبل زملائه ترامب تمكن من جعل محاميه يخفون بعض الأشياء هو هرب من بعض الجرائم التي ارتكبها وهناك أدلة قاطعة أنه يحصل على أموال كي يعفو عن أناس شكرا لك سيدة جاكوبس على هذا التوضيح ولكن أسأل ربما عن نقطة أخرى هنا أنا كنت أتحدث بالتحديد عن كيفية تشكيك بايدن لنظام العدالة لأنه استهدف كما قيل هانتر ابن الرئيس وهو جزء من هذا النظام هو جزء وهو بالحقيقة هو على رأس هذا النظام نعم أود أن النظام القانوني كان هذا جمهوري في الكونغرس يلاحق ابن بايدن ابنه ربما ارتكب هذه الجرائم لا لم يكن هناك أحد آخر يدفع هذا الثمن بعد أن دفع المال وذهب إلى النظام والحكم سيكون أكثر قساوة عليه لأن اسم عائلته بايدن ترامب وحلفائه الكثير منهم مجرمين تم العفو عنهم ولديهم السلطة الآن يقولون سيلاحقون ناقدي ترامب بما في ذلك جاك سميث والنائبة السابقة ليز شيني نعرف أن سريعا سيدة جاكوبس لكن هانتر بايدن كان قد أقر بذنبه بكل التهم التسعة التي لحق بها نعم ولن يتركوه كما قلت كاش بيتل أشار إلى أنه سيلاحقه أكثر وأشار أنه سيلاحق أي أحد يشكك في ترامب لا بأس أن لا يدفع ترامب ثمن جرائمه ولكن إذا كان الفاعل ديمقراطي فستتم ملاحقته ترامب مذنب ب34 تهمة وهذا ليس له علاقة ابق معي سيدة جاكوبس أنا أحاول هنا أن أتحدث عن هانتر بايدن وليس على رئيس المنتخب دونالد ترامب لكن دعيني أذهب إلى ضيفي سيد إلي بريمير سيد بريمير في هذه المرحلة كيف يمكن السيطرة ربما على حق الرئيس في إصدار العفو حتى لا يتعارض مع نظام العدلة الرئيس هو رئيس الجهاز القضائي وزميلتي ركزت بشكل خاطئ الكونغرس لا يستطيع أن يملي أي إجراءات قانونية وزارة العدل هي التي حاولت أن تخلي سبيل هانتر بايدن والعفو شامل وهذا غير مسبوق وبيدن الإبن لا يمكن أن يحاكم على أي شيء بايدن دفع الضرائب ولو أنا قمت بما قام به لذهبت إلى السجن وزارة العدل في عهد بايدن تركت القانون الخاص بانتهاء الفترة القانونية يتم والعفو مرة أخرى كان متوقعا ما سيحدث هو أن هذا سيعطي الجمهوريين الفرصة لأن الناخبين في أمريكا نظروا على النظام وقالوا يجب تغييرهم شكرا لك ضيفي كنت معي مباشرة من كلارادو المخطط الاستراتيجي في الحزب الجمهوري إيلي برامير شكرا للموصول لك ضيفتي من واشنطن العاصمة المخطط الاستراتيجي الديمقراطية شوري جاكاوس